اشتركوا في القناة يا ابا عبد الله ها هم خدمة زوارك ومن جوارك وفي حرمك نشخص بأبصارنا نحو ذريحك متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليك ننشد السلام عليك معلنين الانتماء اليك مستأذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ونصلي على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إنني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين أعوذ بالله من المبين أعوذ بالله من المبين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليكين الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم أفلحنا صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحفه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم نقف إجلالا وإكراما لقراءة صورة الفاتح على رواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهد الله عليه للدفاع عن العراق وعن المقدسات من القوات المسلحة والحج الشعبي المقدس وعلى رواح الشهداء الذين يتم استهدافهم من قبل زمر الإرهاب في مختلف محافظات العراق فلنقرأ لهم ولجميع الشهداء محبي أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى الله عليه وآل محمد نسأل الله العليل قدير أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وآل محمد السلام الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابنى رسول الله السلام عليك يا ابنى أمير المؤمنين السلام عليك يا ابنى الصديقة الطاهرة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونونا على لسان النبي الأمي وقد خاب من اختراه لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بظلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطلي وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الظال ومعاونة الضعيف وإدراك الله برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك أبدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا حسين